السلام عليكم أصدقائي الأحباء مثل ما وعدتكم أنه أنت رحت المطعم طلبت أكل بعد ما كملت الأكل طلبوا منك تسوي تقييم للأكل فانطوك ورقة اللي صفحة اللي أرسلتها لكم بالإنستجرام نشارتها بالإنستجرام في سفيرس أكاديمي بإمكانكم الدخول إليها وتحصول عليها باللغة الإنجليزية الآن رح نترجمها ونعرف شلون نملي المعلومات الموجودة حتى نضطي تقييم صحيح للمطعم وللأكل اللي دخلنا له وأكلنا الصفحة موجودة هنا هذي مثل ما راودكم إياها باللغة الإنجليزية تلكوها أيضا في قناتنا في الإنستجرام هذه الصفحة الآن رح نبدأ بها نقراها باللغة الإنجليزية نعرف المعلومات ونترجمها لللغة الإنجليزية كلمة كلمة خليكم إيانا حظوا الكراس والقلم خلينا نبدأ سويين الآن شكل الورقة بهذا الشكل كومنت كورد كومنت كورد كارد بطاقة التعليق كومنت كورد كومنت كورد برانش 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 اللي هو الفرع فرع المكان المحلات اللي عادها أكثر من الفرع برانش بعدين يأتي التاريخ دايت 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 تاريخ تايم الوقت اللي انت زرت المطعم به كم الفترة اللي تتردد بها لزيارتنا كم الفرع المرة الأولى كم الفرع المرة الأولى كم الفرع شهريا كم الفرع سبوعيا كم الفرع يوميا بعدين تأتي بعدها waitress and waiters name اسم waitress اللي هي النادلة اللي يجيب الطعام waitress اللي هي السيدات waitress waitress waiters اللي هو النادل المذكرة يعني الwaiters waiters name waiters name والاس اس التملك هنا اوكي بعدها عدنا food service quality location cleanliness ترجمتهن food الطعام طبعا service الخدمة quality الجودة location المكان cleanliness اللي هي النظافة good or poor good يعني جيد تخلي عليه كريس هنا x مثلا بالدائرة good or poor تخلي تقييم additional additional comments التعليقات الإضافية عندك تعليق تقدر تكتبه additional additional comments how did you hear about us how did you hear about us شلون سماعت عنا شلون عرفتنا كيف سمعت عنا facebook instagram or friend other اذا عندك طريقة اخرى سمعت عنهم بعدها تكتب name اسمك email mobile nationality agency طبعا mobile email البينات nationality agency other comments تقييمات اخرى other comments تقييمات اخرى ان تسوي لك اختبار الآن اللي اريده منك هو انه تكتب هذه المعلومات بالضبط بنفس هذه الطريقة في كراسك comment card branch date باقي التفاصيل كلها تكتبها بالكراس وتحاول التدريب على قراءتها والاستماع لها عدة مرات اكتب معانيها باللغة العربية حتى تعرف ايضا كيف تستخدمها بالشكل الصحيح هذا كان دارسنا لليوم اذا تريدون دروس اخرى بيمكنكم متابعتنا على اليوتيوب وايضا على الانستغرام ستجدون كل هذه المعلومات ودروس سريعة مماثلة مثل هذا حتى نستفاد من انتهى باللغة الانجليزية ونتدرب عليها بالشكل الصحيح بالنسبة الاشخاص اللي يعانون من صعوبة في حفظ الكلمات نصيحتي لكم ان تكتبون الكلمات كلها في الكراس اللي هي الكتابة مهمة جدا راح اطور عدكم العملاء وتكررون كل الكلمات بصوت عالي خمس مرات لكل كلمة هذا راح يساعدكم بشكل كبير ان شاء الله في الحفظ وبطريقة سريعة جدا شكرا لكم والقاكم في فيديو قريب ان شاء الله الى اللقاء